بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل مع بعض تصميم هيكل البرنامج الجزء الرجل. طيب يا جماعة في الدرس اللي فات كنا شرحنا آآ الكلاس اللي هو بتاع الديبي هيلبر وكنا شرحنا المفاهيم اللي فيه. وقلنا احنا ده كله لسه ما استخدمناش حاجة وما ربطناش حاجة ببعد احنا بنشرح كل مفهوم لوحده بس قدام شوية هنربطهم ببعض. فلو انت مش عارف ايه علاقة ده بدأ ازبر شوية. المهم احنا قلنا ان الفولدر بتاع ده هيكون جواه كل حاجة مسؤولة عن الاتصال بقاعدة بيانات وان انا بقلع عمليات على قاعدة بيانات. يعني بالاخر كده بقول له حطي لي بيانات وهات لي بيانات. فاي حاجة بحطها جواه فولدر ده هنعمل وطبعا هيكون كلاس فهسميه برضو كاتيجوري حين ده كله بنشتغل على شاشة الكاتيجوري. حد يقول لي هو انا ده كله عشان اعمل الشاشة الصغيرة اللي فيها ايدي ونيم ده. هقول لك الكلام ده بتعمل عشان لما تكون شغال في برنامج في حاجات كبيرة. وزي ما اقول لك كلام ده كله بتعمل مرة واحدة واللي بعد كده بيكون سهل جدا. فاحنا هنسميه هنا كاتيجوري سيرفس. تمام? طيب الكلاز ده يكون مسؤول عن ايه? هيكون مسؤول عن الاضافة والتعديل والحسف في الشاشة دي. بمعنى. انا دلوقتي عشان اعمل اضافة محتاج دلة. هتعمل اضافة عشان اعمل تعديل محتاج دلة. عشان اعمل حسف محتاج دلة. تمام? فالدول دي كلها احطها هنا. طيب. عشان اقول له اتصلي بقاعدة البيانات هقول له من فضلك هاتلي الدلة اللي بقى ادي بيهلبر. حلو? طيب. عشان اقول له بقى انسرتلي الداتا انسرتلي الداتا او دخل البيانات اللي موجودة هنا. هقول له انسرتها لي منين? هقول له انسرتها لي عن طريق ده. فهم كلهم متكامل مع بعض طيب. هنيجي هنا جميع نعمل طبعا كالعادة عشان اعمل يبقى اي حاجة هو لازم تكون هنعمل دلة كده هنسميها مسلا اه مسلا هنقول برايفت برايفت استاتيك طبعا استاتيك عشان قلنا الكلاس ترامى استاتيك بقى لازم كل الدول تكون استاتيك استاتيك ليه? عشان لما اجا استخدمه بعد كده على طول ادي له اسم الكلاس اللي هو اللي انا عاوز على طول من غير ما هو دوجة عدماغي بقى من يو وكلام ده كل مهم هنقول له اه برايفت استاتيك مسلا هنقول اه كاتيجولي برامتر ادي او برامتر انسرت مسلا اسم العمل ايه? انا دلوقتي عاوز ادخل البرامترات بتاعة جملة الانسرت تمام? طبعا اه نسينا انها مش اترجع لحابة خلص مهم طبعا بقى لازم اعمل كومنتات فوق كل مثل زي كده انا اقول له عشان انا وعشان الناس اللي شغالها معا في كل انا اقول له زي سموز مثل تو ادد انسرت البرامتر بروساتجر طبعا برضو زي ما اقول له ممكن اكتب تفصيلات تانية كل الحكاية ان انا هقول له ايه? من فضلك دخل لي ان هنادي اسم الستورد بروساتجر ده. تمام? وآآ لا مش ده انا اسم اللي هو بتاع الانسرت ده. وآآ ابعت له الاي دي والني. تمام? فاحنا هنعمل متغير بسيط كده هنسميه مثلا انت اي دي او خلي اسمول احسن. والمتغير تاني هابقى استرينج نيه. تمام? المتغير التالت بقى. هابقى اسك يقول له كومنتي. طيق هو هنا لسه مش متعرف عليها. وليه هنا اسك يقول لكماند. تركز معي عشان دماغك هتبدأ تلف. تمام? اسك يقول لداتا. اسك يقول آآ كلاينت. فاحنا عانيجي هنا نقول له اسك يقول كومنت. ناخد منها المتغير نسميه كومنت. وليه حطنا هنا كمتغير يا جماعة? تركز مع بعض. احنا دوقت في الديبي هلبر لو تفتكروا مع بعض كنا عامين فوق وتغير اسم كومنت. وقلنا لما اجا انادي عدال لها بتاعت داتا اللي هي بتاعت او ببعت لها المسود دي يا جماعة. باجي هنا وقل له طيب المسود دي ايه اللي انا عاوزه فيها? المسود اللي انا عاوزه فيها ان انا انفذ بتاعي بس. فانا آآ يعني لو برضو مش فاهمها دوقتي اتقل شوية لما الربط كله ببعض هلمشي كده بالخطوات. ايه اللي بتنفذ الاول وقل اللي بعد وهكاسي. تمام? المهم طبعا ده اللي بيحصل في اي جملة ده اللي هيحصل. طيب. هنيجي هنا نقول له كومنت. برامتر نفس بقى اللي احنا عملنا. تمام? هنيجي اول حاجة اسم البرامتر بتاعي اللي هو موجود في في السجر بتاعي. طبعا اسمه طبعا اي دي هنا آآ دي بي طيب النوع دوت. النوع ايه? نوع انتجر او انت. لأ مفروض الاس دي تكون دي بي. طيب هو مش عاوز يتعرف عليها ممكن عشان ده اللي بتاعتنا. تمام? هو كده اتعرف عليها فعلا. ماشي. هنيجي يعني القيمة بتاعة البرامتر ده هتهالم من البرامتر اللي اللي جايلي من ده. تمام? هو موضوع البرامترات ده يبقى في لفة شوية بس نركز مع بعض. مفهوم الام في بي ممكن يكون تقيل شوية لو انت لسه في البداية بس صدقني مجرد ما تعمل بتاعك ده هتشتغل في اي مشروع والموضوع يكون بسيط جدا. بس نركز مع بعض واستنى معايا للا اخر معلش. المهم? اعملنا كده في اول برامتر. هنعمل كده في تاني برامتر عندنا كان اسمه ويستحس ان تاخد اسم البرامتر كوبي عشان ما تغلطش فيه. طبعا النوع بتاعه كان ايه يا جماعة? كان ان بار. ان بار شار تمام? هتجيب كومتو من من البرامتر الني. تاني. يقول لكم من ده عملنا ليه? عشان نعمل الصيغة دي. لو تفتكروا في الدرس اللي فاتل. لما جينا في الاخر هنا مكان نلمسوا دي. يعني من الاخر كده. السطر ده كده كان المفروض المكان الطبيعي بتاعه في الحتة دي. تمام? بس احنا جينا اقولنا طب ما انا كل مرة البرامتر بتاعتها هتتغير. فكل مرة كده هتضطر ان انا اعمل دلة كاملة بنقول جديد. لا احنا قلنا البرامترات دي عشان هي متغيرة. فهنعمل ايه? كل مرة هنبعثها على شكل دلة زي كده. تمام? عشان اقدر اجيب الكماند ده كان لازم اعمل اسك يقول له كماند ده. تمام? طيب الدلة دي كل وظيفتها في الحقيقة ان هي بتحطيلي البرامترات بتاعت الانسرت. طبعا ممكن تقول لنا انا اعمل دلة والفيلم ده كله عشان اي دي واني ما هقول لك احنا بنشتغل بعد كافة الشغل المهم هتلاقي ان عندك مسلا عشرين برامتر تلاتين برامتر فهتعرف ساعتها اقيمة الكلام ده كله. طبعا كل برامتر لازم يكون بالاسم بتاعه. هنعمل دلوقتي يا جماعة هنعمل المسود اللي هتعمل يعني احنا ده كله لحد دلوقتي عمالين نعمل والكلام ده كله البرامترات بس دلوقتي عاوزين المسود بقى اللي هنقول لها من فضل اخديني البرامترات دي وحطها لي في ده يعني عاوزين ينادي على ده بناءا على البرامترات دي وبناءا على ايه? بناءا على اللي موجودة هنا. تمام? يعني من الاخر كده عاوزين نربط الكلاس ده. آآ بالدلة دي تمام? فاحنا دلوقتي ممكن نعمل الدلة بابليك. عشان هنستخدمها في اماكن آآ تانية. طبعا زي ما قلنا. ممكن نخليها بول. يعني بترجع علينا او فانا عاوز اعرف النتيجة بتاعتها. ممكن مسلا نسمي الدلة دي احنا هنا دي اسمها كاتيجوري برامتر انسرت. فاحنا احنا هنا دي كاتيجوري. آآ لا اسف ممكن ناخد دي بس كده اهو. نسميها كاتيجوري انسرت على طوب. لان دي مفهاش برامترات. تمام? طيب. طيب يا جماعة الدلة دي انا في النهاية عاوز اقول لها ايه? عاوز اقول لها آآ في نخلينا اول نعمل مثلا فولس مؤقتا. وايه عاجي هنا هقول له دي بي هلبر دوت. اهبصوا داتا بيز هلبر او دي بي هلبر دوت اسم الدلة بتاعتها عطول. زمان انا كان لازم اعمل متغير ونيو والكلام ده كله. لا دلوقتي على طول بقيت بستخدمه. ايه اللي خلينا اعرف اعمل حتة دي? حتة الاستاتيك. اهي. الاستاتيك يعني هي دي السبب الموضوع دي. تمام? المهم? حاجة هنا يا جماعة. دلوقتي. داتا دي بتاعت مني حاجتين. اولا اسم بتاعي وده طبعا هيكون ثابت معنا عندي اسم ايه? اخيرا هنستخدمه. اللي هو ده اهو. طيب ممكن نشيل القصين دول. الحاجة التانية الدلة بتاعتي. الدلة بتاعتي اللي فعل برامترات. طب ما الدلة بتاعتي اللي فعل برامترات اهي. فالموضوع بسيط جدا. فانا هاخد الدلة دي بالكامل اهي? وابعتها كبرامتر. فهي لما نيد نروح عند هتتنفس في الحتة دي اهو. مكان المسود انفوك. ففهمتوا بقى احنا ليه كنا عاملين المسود انفوك? المهم نكمل مع بعض. زي ما قلنا لو حسس بالاخبطة ما تقلقش. ده شعور طبيعي جدا. وفي النهاية هنربط ده كله مع بعض وهنعيد كله من اول تاني وما تقلقش. طيب الطبيعي ان احنا ناخد اسم الدلة دي. ونحطها كبرامتر كده. ونبعت لها المتغيرات بتاعتها. ولكن انا دلوقتي عاوز ابعت دلة كبرامتر لها معين او طريقة معينة. بعمل كوسين زي كده. بعمل علامة يساوي علامة اكبر. ده كده ده كده معناه ايه بسرعة كده برضو ده مفهوم متقدم شوية في لغة او في لغات البرمجة عموما. ده كده آآ بتاعتي. يعني انا دلوقتي مسلا عاوز اعمل تمام? بعمل. باختصر على نفسي. بعمل كوسين. بعمل علامة يساوي. بعمل علامة اكبر من اسم الدلة. المفروض دلوقتي ان انا ابعت لها البرامترات. البرامترات بتاعتي اللي هي ايه? والنيم والكمان. طيب والنيم هجيبهم منين. هاخدهم من هنا اهو. اهو. فانا هجي هنا هقوله ايه? انت. اي دي. تمام? وسترينج نيم. اهو. حاجة هنا هقوله من فضلك خد الاي دي. والنيم. ثانية واحدة واللي مش فاهم هفهم دلوقتي. و الكماند. طيب الكماند هجيبه منين? الكماند هقوله. دوت. طيب ايه الروشة اللي تهلنا دي بقى. خليهموا تفقين دلة داتا. دي تاخد برامترين. اولا اسم وده احنا بعتناه. تمام? مفوش اي مشكلة. ده كده البرامتر الاولي. البرامتر التاني اللي احنا كنا لسه عامينه ان هي بتاخد دلة. الدلة دي ووظفتها ان هي تحطيلي البرامترات اللي اللي هي والنم والدسكونت والحاجات اللي احنا المفروض هتشتغل عليها بعد كده والكلام ده كله. تمام? فانا باجي هنا. فيه معين عشان ابعت الدلة كبرامتر. اهو. من الاول هنا كده لحد هنا. اهو. هو ده. الجزء المتزلل عليه ده. بعمل ده دا. بعد كده علامة يساوي. بعد كده علامة اكبر من. دي بيكون اسمها ممكن تقرأ عنها اكتر لو انت عاوز تستفيد. بعد كده ايه الدلة اللي انا عاوزها باعتها? اهي. اللي انا لسه عاملها من شوية. طيب. هنا البرامترات بقى اللي الدلة دي بتاخدها ايه? اهي. الدلة دي. الدلة دي نفسها. اهي. الدلة دي. بتاخد مني والنم والكماند. الكماند ده اللي هو ده. طيب بتاعها يجيبه من انا ممكن يجيبه من دي بي هلبر ما انا كده كده عاملوا فاكرين لما انا قلت لكم طب نعرفوا فوق عشان آآ هنستخدمه اهو قد نستخدمناه. فانا بقول له ان الكماند اللي موجود في الدي بي هلبر من فضلك خلهولي هو بتاع الدلة دي. عشان لما اجي استدعي الدلة دي. يبقى اللي هو موجود في الدلة للنحية التانية ده كأنه هو نفس ده. يعني انا كده من اخر كده بخد له قيمة ده. بقول له سوها لي بالكماند اللي انا افهمها كده دلوقتي لحد اما الخيوط كلها تكمل ونرجع نرجع ده كله من الصفر تاني. تمام? فانا كده استدعي نادية الدلة دي في البرامتر ده. وبعتت لها البرامترات بتاعتها من هنا. طيب انا ده كل عمال اعمل في دوال واجعة ماخن. طب فين بقى الشاشة بتاعتي بقى? فين انا اشتقت للشاشة? انا عاوز ادوسها على زر اضافة? ابعت له والنم واخلص. لا. هنا دي اخر مرحلة بالنسبة لنا ازاي? الدلة اللي هي بتاعت آآ دي اللي انا هنديها بعد كده دي اللي انا هنديها وهاخد آآ منها والنم على طول مباشرة يعني دي كده بالنسبة لنا اخر طبقات واحنا كده مشينا طبقات. واخدوا بالكم يا جماعة الجزء بتاع اللوجيك ده ما ينفعش اكتب فيه اي حاجة خاصة بديو اي بمعنى ما ينفعش اطلع طبعا هو انا ينفع ككود اكتبها ولكن من ناحية المنطقية ومن ناحية او ما ينفعش خالص. الجزء ده كله عبارة عن باك انو. اللي هو الجزء اللي انا بزبط فيه الدول بتاعي. فبكده احنا اكون مفصلنا المفهوم ان ممكن حد يكون زي ما قلنا شغال عمال يعمل في الدول اللي هي بتاعة والدليل ده. واحد تاني ممكن يكون شغال في الدول بتاعة واحد تاني يكون شغال فيه وانتو التلاتة كل واحد فيك شغال في جزء وانت ما تعرفش شكل دزايل مش مهم بالنسبة لك شكل دزايل انت مهم بالنسبة لك البرامترات والكلام والوظائف اللي انت بتقديها. طيب احنا كده عمل تاني عملنا آآ كده كل احنا بنتكلم على شاشة الكاتيجوري عملنا لها عملنا لها موديل تمام? الموديل والانترفيز تقريبا فيه من نفس البيانات ولكن شوية كده الدرس اللي جاء والبعد هنفهم الفرق بينه وممكن استغناء محد فيهم ولا لأ. بعد كده عملنا طبعا ده اللي انا بستخدمه على مستوى البرنامج ككل وكراس ده قدر استخدمه في اي مشروع قادم. تمام? فده ده الهيكة الاساسي بتاع البرنامج. بعد كده في جزء عملنا آآ كاتيجوري سيرفيسيس. طبعا بنفس الفكرة دي انا ممكن بسرعة كده اعمل الدل اللي هي بتاعت الديليت. تمام? هاجي هنا اقول له بابلك بول آآ كاتيجوري دليت. طبعا الدليت عندنا بتاخد ايه? بتاخد اي دي بس. مش محتاجة حاجتها. وهنا هاجي اقول له ايه برامتر دليت برضو. تمام? طبعا برضو بتاخد مني اي دي وهي هتاخد مني هغير حاجات بسيطة اجد انشوفتوا الموضوع هيكون بسيط دي زي وطبعا المفروض ان انا اكتب آآ آآ كومنت فوق عينة هاجي اقول له برامتر طبعا هنا برضو عندي برامتر واحد. طبعا هنا عندي كل اللي انا هغيره بس اسم الدل دي طبعا لازم يتغير. بعد كده اسم بتاعي اللي هو بتاع الديليت. هاخده كوبي زي كده اهو. كده انا عملت الانسيرت والديليت اهو. بتوع ايه? بتوع الشاشة دينا. طيب لو عاوز اعمل او عاوز اعمل اقول بنفس الفكرة ده راح اكيد بسرعة كده. فيه اجي فيه اخد دول كوبي. تمام? واغير بس اسم والبرامترات بتاعي. وافضل مش انفقيت البرنامج ده عن نفس الفكرة. انا ليه عملت الحركة دي دلوقتي بتاع تلكوبي عشان نفهمكو ان انت واجع القلب ده بتعمله مرة واحدة بس وبعد كده الموضوع بيبقى سهل. طيب عنا راجل جيت بعد كده عاوز افهم البرنامج بتاعك هفهمه بمنتهى السهولة. مش هقعد الف واضور حوالي النفس. اللي احنا بنعمله ده جامعة اسم موبدأ الفصل. اللي هو المسئولية الواحدة والفصل. لكل حاجة الجزء الواحده. جزء الواحده. جزء الواحده. جزء وقايف ده. انت الحاجات الرئاسية او الاكواد الرئاسية كلها موجودة عندك تمام? طيب مش عاوزين نتقل اكتر من كده في الفيديو ده نكمل مع بعض ان شاء الله في الفيديو اللي بعد هنبدأ نخش جزء البرنامج والفيديو اللي بعده هنبدأ نربط الكلام ده كله مع بعض. استنون.